الآن للأخت الفاضلة العضو دارين عدنان العزران فلتتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي رئيس مجلس الأمة إخواني الأعضاء يشهد المجتمع الكويت في الوقت الحالي استمرار ذم جامعة الكويت ولكنه لا يعي أن سوء الظروف الجامعية أساسه هو وجود جامعة حكومية واحدة فقط في الكويت وطبعا هذا شيء مو موجود بين كل دول العالم العربية المتقدمة إحنا ما ننكررنا جامعة شدادية ما قاعدت مبني هي قاعدت مبني بس هل يُعقل جامعة تاخذ أكثر من عشر سنين والمجامعات التجارية تخلص بسنتين وثلاث طبعا هذا يكله يأثر على الظروف الجامعية جامعة الكويت كل سنة تستقبل فوق طاقتها الاستيعابية بثلاث أضعاف يعني يتخرج من الثانوية 29 ألف طالب ويقبل بجامعة الكويت 9500 طالب إهني المشكلة مو بزيادة عدد الطلبة بالعكس هذه زيادة طبيعية وإيجابية وهذا دليل أن الطالب الكويت واعي وطموح المشكلة بإمكانيات الجامعة للأسف محدودة كعدم استيعاب المرافق للطلبة كثرة الشعب المغلقة قلت أعضاء الهيئة التدريسية واحتكارهم للمادة فإذا صار في ضغط على الشعبة الدكتور ما رح يقدر يوصل المعلومة بشكل سليم فإحنا نقترح أن نتوسع في الجامعات والمختبرات والمكتبات والقاعات الدراسية بأسرع وقت لأن مستقبلنا في خطر إحنا متفائلين وواثقين بوزارة التربية وإدارة الجامعية آخر نقطة أحب أقولها إن إحنا طلبت وطالبات لكويت ثروة المجتمع لكويت المستقبلية وإحنا أمانة بإيدكم أنتوا أنتوا تحددون إذا إحنا كنا ثروة مبنية على قاعدة مهزوزة أو ثروة قوية تنم الكويت في المستقبل ويعطيكم العافية شكرا للأخت الفاضلة دارين العزران والكلمة الآن